يبدو أن الولايات المتحدة تعيشوا حركة انتقالات سياسية قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية حركة دشنها روبرت F. كينيدي جونيور ليلحقه آخرون في الاتجاهين آخر الملتحقين النائبة السابقة عن ولاية هاواي تولسي جابارد التي تحولت من ديمقراطية إلى مستقلة جابارد سارت على خطى كينيدي وأعلنت تأييد الجمهوري ترامب جابارد دعت الناخبين للتصويت لترامب وإعادته للبيت الأبيض وذلك لإنقاذ الولايات المتحدة وخدمة الشعب على حد قولها وإذا كان كينيدي وتولسي قد ارتمايا في أحضان الجمهوريين فإن الاتجاه العكسي كان أكثر نشاطا فقد وقع أكثر من 200 مساعد ومستشار سابق للمرشحين الجمهوريين الرئاسيين الثلاث الذين سابقوا ترامب خطابا أعلنوا فيه تأييد كامالا هارس الموقعون حذروا أيضا من مغبة أربع سنوات أخرى من فوضى حكم دونالد ترامب على حد قولهم الحديث هنا عن مساعدية الجمهوريين السابقين والباريزين وهم الرئيس الأسبق جورج دابليو بوش والنائبين السابقين جون مكين وميت رومني